يعني ننتقل بقى ونتكلم أكتر عن يعني إزاي بنصدر المنتج بتاعنا وبنصدره فين يعني حركة دينا نبزة عن الموضوع طيب التصدير كان فيه fluctuation في الفترة اللي فاتت كان فيه 2020 ل2021 كان فيه زيادة كويسة قوي 2022 فيه شوية تحديات في التصدير فنزل شوية بسبب طبعا الأحداث اللي حصل لكن احنا مركزين معاه كمجلس تصديري أنا برضو عضو مجلس الدارة في المجلس التصديري الأساس اللي هو بيبعت mission trips دلوقتي ما فيش معارض في العالم فالنهار ده بقى فيه مشكلة أن المعارض اللي الناس بتعرض فيها عشان توصل للزبون بتاعها مش موجودة فبتالي نعمل mission trips mission trips يعني نطلع بعثة ترويجية رحلات عمل رحلات عمل لدول عربية في Middle East دول الأفريقية دول بيركزوا على الزباين الجداد ويبتدوا يعملوا connection بيسموها B2B يعني مجموعة صغيرة من المصدرين مع مجموعة صغيرة من الزباين اللي بيقوا في البلد التانية طيب ازاي نقدر نرجع الانتاج ده أو تصدير ده الفترة الجاية يعني هل في خطط احنا حطيناها بنشتغل عليها عشان يعني نساعد المنتج ده في الدولة عندها المساندة التصديرية ودي جزء كبير من اللي بيساعد التصدير في الحتة دي المجلس التصديري بيساعد في ان هو بيعمل mission trips اللي هي بتبقى على حساب الدولة مدعومة من الدولة عشان تشجع الاقتصاد لان احنا نهاردة المساندة التصديرية دي كل جنيه الناس بتاخده كمساندة تصديرية بيرجع البلد حوالي 2.5 دولار فبالتالي لانه بيكبر المصنع بيكبر بيزود عمالة بيكبر اكتر فالنهاردة فيه المشن trips فيه المساندة التصديرية فيه المعارض المتخصصة وفيه احيانا بنعزم بيرجز من بره لمصر يجبوا يزوروا مصنع محددة ايه الدول يا فندم اللي احنا بنصدر لها الاخشاب والاساس؟ الدولة الرئيسية اللي احنا بنصدر لها بتبقى دايما في الميدل إيست يعني السعودية اكبر دولة في الدول العربية وبعدين الامارات وبعدين العراق وبعدين بيئت الدول العربية بالنسبة بعد كده اوروبا واكبر دولة في اوروبا ايطاليا وبعدين المانيا وامريكا بعدهم فالنمبر وان الدول العربية نمبر تو اوروبا نمبر تري امريكا